في محترف روبرتو دياغو الواقع في منزل مشيد عام 1920 تم ترميمه حديثا يحضق خمسة أمريكيين بأعمال الفنان الكوبي وهذه الزيارة الثانية خلال شهرين لهذه المجموعة الصغيرة الآتية من لويزفيل والتي تحظى بتصريح زيارة مخصص لتجار العمال الفنية هؤلاء لم يضيعوا الوقت في حين أعلنت كوبا والولايات المتحدة أخيرا تقاربا تاريخيا بعد 53 عاما من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أعتقد أن الفن الكوبي على وشق تحقيق انتشار كبير الأمور تتحرك أسرع بكثير مما كان يعتقد الجميع والحصار التجاري الصارم الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا منذ العام 1962 لا يطبق على المنتجات الثقافية أو الفنية إذ كان الفنانون التشكيليون من القل المحظوظين الذين تمكنوا من الإبقاء على زياراتهم بين البلدين كما الحال بالنسبة للدبلوماسيين والصحفيين والأطباء والأساتذة الجامعيين نحن محظوظون لأن الفن استثني من الحصار فهو ينقل رسائل ومعلومات والفن هو حريا نعبر فيها عما يجول في داخلنا وقد سمحت هذه الامتيازات لبعض الرسمين الكوبيين بتحقيق شهرات خطة حدود الجزيرة في هذا الإطار أشار قدير لوباز إلى أن عمله الأول الذي بيع بـ 300 دولار قبل 20 عاما تقدر قيمته حاليا بما لا يقل عن 25 ألف دولار على الصعيد الدولي وبحسب وزارة السياحة الكوبية نهاية الحظر قد تجلب مليون سائح إضافي سنويا إلى الجزيرة ما يطفي لمسة تفاؤل داخل الوسط الفني الكوبي لكن أيضا خوفا من تأثير ذلك سلبا على مستوى الأعمال الفنية في البلاد أعتقد أن هذه الطفرة يمكن أن تكون جيدة وخطيرة على السواء كل ذلك يعتمد على الطريقة التي سنتمكن عبرها من إدارة هذا السيل من الطلبات لكن بالنسبة للأمريكيين لا تزال القيود المفروضة على الدفع بواسطة بطاقات الاعتمان المصرفية وعمليات الشحن المباشرة سارية وعادة ما يلجأ محبو اقتناء الأعمال الفنية الكوبية إلى الدفع نقدا أو عن طريق دهر معارض فنية في بلد ثالث ونقل مشترياتهم عبر أوروبا وهو حل أوفر بالمقارنة مع كندا أو المكسيك على الرغم من أن الفاتورة النهائية تقارب 3000 دولار للقطعة الواحدة ترجمة نانسي قنقر